أهلا بكم إلى الرقة معقل تنظيم داعش تتوجه الأنظار مع انطلاق ثلاث عمليات عسكرية من عدة محاور الجيش السوري وحلفائه بدأوا عملية عسكرية واسعة انطلقت من أثرياء باتجاه الطبقة في أقصى ريف حماء الشرقي وبمساندة غطاء جوي سوري روسي مكثف تمكن الجيش السوري في الساعات الأولى من استعادة السيطرة على مساحة كبيرة تجاوزت العشرة كيلومترات شرق محطة أثرياء وجنوبها وشمالها واستعاد نقاطا مهمة في أبو زين ومنطقة المسبح في المقلب الآخر أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية قبل نحو أسبوعين باتجاه الطبقة أيضا هدفها توسيع سيطرتها على ريف الرقة الشمالي الهجوم امطلق من بلدة عين عيسى التي تسيطر عليها وتقدمت باتجاه الطبقة التي تتمثل أهميتها الاستراتيجية في أنها تربط مدينة الرقة بالمناطق التي يسيطر عليها داعش قرب حلب وهي تقع على بعد نحو ستين كيلومترا غربي الرقة أما المحور الثالث فكانت مدينة منبج هدفه حيث واصلت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في تلك المنطقة بعد نجاحها في الانتقال من الضفة الشرقية لنهر الفرات إلى الضفة الغربية منه الأمر الذي كان يعد في السابق بمثابة خط أحمر بالنسبة إلى تركيا نجحت قوات سوريا الديمقراطية التي اعتمدت على القوات العربية في صفوفها في بسط سيطرتها على ريف منبج الجنوبي الشرقي لتصل إلى منطقة تليل أبو قلقل وجب حسن آغا بعد إطباقها على منطقة خربة الروس التي جاءت بعد تحرير نحو عشرين قرية على الضفة الغربية من داعش انطلاقا من سد تشرين كما تمكنت من التمدد على الطريق الواقع شرق مدينة منبج لتصبح على بعد تسعة كيلومترات فقط من المدخل الشرقي للمدينة